موسيقى نحن نعطي الآن الضربة الأمانية الخاصة هذه الضربة التي تستعمل في كثيرة العربة القتالية وفي التاكويندور الخاصة من المضعيات هذه السعدات ترجع رجل الخلف تطلع رجل متنية تضرب وترجع خلف الخلف في هذه الضربة الخاصة الأمانية في سرعة فيها وأيضا إذا تشوف نجاحها الجانبية كيف حتكون القتال كثير مهم الرجل التطع متنية والضرب والقتال تطلع الأصابع لفوق الفكرة من هذه الضربة الضربة اتجاهها سيكون قوة الضربة من الضرب من تحت الأصابع مثل أن تبارك على أصابع جنيه الضربة سيكون الضربة 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 في هذا الشكل لكن الضرب من أسفل إلى أعلى في اتجاه القوة من أسفل إلى أعلى والضرب من صدق القدر ضرب من صدق القدر فهذه أيضا نفس الشيء يستعمل في أكثر من مرة وأكثر من سنة مهم جدا بالذكرة التكرار في هذه الضربات تفيد كثيرا أيضا مهم جدا أنك تعمل تملية الإحماء جيدة قبل أنك تكون بهذه التركات حيث أن الجسم يكون مستعد بمثل هذه الضربات أيضا هناك وسائل مساعدة مثل مضارب تضرب عليها وهذه تساعدة كثيرا لأنك تحقق وتحسن من الأداء الضربة الخاطفة الهممية مثل ما حكنا فيه نوعين باتجاه اللي تكون أفقية ضربة تيجي ضربة تكون اتجاهها أفقية وفيه واحدة ثانية اللي تكون من أسفل إلى الأعلى الآن دعنا نوضع بتطبيق الثانتين كبهية متى نستعمل كل واحدة اليوم بدنا نشوف كيف الأولى اللي هي الضربة الهممية الخاطفة اللي تستعمل بتدريد الخصر ولقوة الجدل هذا اللي تستعمل فيه القومسي القومسي هي الناطق الخاصة في التكون والأخر استعمل بالترمية فنشوف الآن كيف مثلا الضربة اللي هي من أسفل إلى أعلى الآن أستيجي الدرب وضع درب معطيه ثانية نسفحد ودعنا نخرج الناب إلى خصر فاللاعب يتعول كيف اتجاه الحركة و يتصل على المطار في اللجة يعدم المطار لكن لا يعني أنه لا نستعمل أي ضرب الضرب الخاطفة الأمامية التي هي مفقية ولذلك تفيدها كثيراً للجدع ولا الضرب الضربتين يستعملون ويستعملون لمنطقة الوسط لا نضربها معالوجة ولا نضرب من تحتها الوسط هي منطقة رقص المعنى فتكون الضربات اتفاعها يجب أن تكون بهذا الاتفاع فعندما تمسكها زميناً أو عندما تضرب خلي من الشعب الصراحة ونفسك لك بياها على مستورة فعندما تحتاج إلى الوحيد يجب أن تريد منك المخى وكما أتمنى أن تضرب في شعب الصراحة فعندما يستعملون فعندما تحصل فنعم